حضرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو من أن ارتفاع عدد السكان المسنين سيوجه ضربة قوية إلى اقتصاد الولايات المتحدة وقالت ريموندو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحصل بعد على دعم كاف من أقرانه الديمقراطيين لتأمين 400 مليار دولار للمسنين والمعاقين وأضافت ريموندو أن ارتفاع عدد المسنين في الولايات المتحدة سيوجه ضربة قوية للبلاد ما لم تحدث زيادة في المساعدات الاتخادية وحضرت من أن الوضع الحالي لا يمكن الدفاع عنه